أتى حدا أي كان للمرات الألف لي قولي للعكس اللي راح نقوله لكم الآن راه القانون هذا التعديل اللي جاء في 18 أبريل 2021 هذا هو الشعارتاه تسوية كل مستخدمي القطاع العسكري اللي دخلوا يعني يعاونوا الجيش ولا فهذه مرحلة الطوارئ من 1990 إلى 2011 أنا نقول ونعود بدون استثناء وتحدى أي واحد يقول لي ماشي هكذا هاي الآن المشكلة عليها الناس ما زالت عاني وما زالت جري وما زالت تكسفر في رأسها وما زالت أسبحان الله كما واحد تعليق جاني قال لك أنا بنتي راي زادت هذا النهر كانت مازادت من بعد وقع العودة يعني ردوه زادت بنته وراح يزوجها أوه سبحان الله والله إلا يعقل من 2011 من 2011 ما عليش يخي كانت ربما كانت في حال جاذبية كده أحس في القانون القديم لكن الضغوطات أبطرت في الهيئات الوصية وقاموا بهذا التعديل قلنا القانون صدر في 18 أبريل 2021 يفصح بي اليوم رهما رام تلت سنوات لعلنا الآن المشكل أين يكمون في عدم تسوية الشاملة لست أدري صراحة ما نشأنا اللي راني نطبق في القانون لكن ما هو أكيد هو هذا هو الشعار تعديل قانون المعاشات العالمية دعم أميرة أهلا وسهلا بك إذن خرج اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني خرج بمجموعة من التوجهات والقرارات أبرزها أولا في قطاع الرقمنة السيد الرئيس شدد على نسق السرعة القصوى لرقمنة جميع القطاعات ثانيا رئيس الجمهورية أمر برقمنة المعطيات الخاصة بكل قطاع تحضيرا للأرضية التقنية وتوطين المعلومات هذا فيما يتعلق بقطاع الرقمنة في قطاع الفلاحة أبرز ما جاء خلال هذا الاجتماع أن رئيس الجمهورية قرر أن تتحول المزارع النموذجية إلى وحدات أو وحدات إنتاج تابعة للدولة متخصصة في ثلاثة أصناف هي البقوليات، زيوت الطاولة وأيضا الأشجار الزيتية في قطاع التربية وفيما يتعلق بالقانون الأساسي والنظام التعوضي لأسلاك قطاع التربية فرئيس الجمهورية أمر بإرجاء العرض من أجل تعميق الدراسة بهدف تحسين مضمونه أكثر مما هو مقترح والأخذ بعين الاعتبار بأن المعلم هو أيضا المربي وليس مجرد موظف إذن هذا أبرز أمير ما جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني نعم إذن شكرا لك سونيا على هذه التفاصيل إذن ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء السيد رئيس الجمهورية الاجتماع تناول عروضا تتعلق بالقانون الأساسي والنظام التعوضي للأسلك الخاصة بالتربية الوطنية وعرض حال مرحلي لاستراتيجية الرقمنة والمهمة الجديدة لما كان يسمى المزارع النموذجية واستراتيجية قطاع الريح حول الماء الشروب والمياه المستعملة بالإضافة إلى عرض حال تحسبا لموسم الحج الفين واربعة وعشرين إذن ومن أبرز مخرجات مجلس الوزراء في قطاع الرقمنة السرعة القصوى لرقمنة جميع القطاعات وأيضا رقمنة المعطيات الخاصة بكل القطاعات وفيما يخص قطاع الفلاحة قرر رئيس الجمهورية أن تتحول المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاج تابعة للدولة وقسمت إلى ثلاثة البقوليات وزيوت الطاولة والأشجار الزيتية فيما يخص قطاع الطربية أمر الرئيس الجمهورية بتعليق أقول بتحسين الدراسة والأخذ بعين الاعتبار المعلم وكما قال هو مربي وليس فقط موظيف بداية وبمناسبة اليوم الوطني لشهيد بعث رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رسالة هذا نصها أيتها المواطنات أيها المواطنون تغمرنا مع احتفائنا بالأعياد الوطنية المخلدة لثورتنا التحريرية المجيدة مشاعر الاعتزاز بالانتماء إلى الجزائر وفي هذا اليوم الوطني لشهيد المصادف للثامن عشر من فبري نستذكر بإجلال وإكبار تضحيات ومكبدات أولئك الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وصنعوا في الجبال والوهاد عبر ربوع الوطن مجد الأمة وأضاف إن شهداءنا الأبرار ومجاهدين الذين سمت بهم مآثر الأبطال إلى عليين وارتفع بهم ذكر الجزائر ورفرفت بهم راياتنا شامخة وجلجلت قسما هم النهج والمصار والقدوة وهم المثال ومناط الفخر وهم وحدهم من يلهموننا خط السير ومعالم الطريق فرسلتهم الخاردة هي التي حمت وتحمل جزائر واحدة موحدة وهي التي تغرس في وجدان الشعب الجزائري اللحمة الوطنية التي لا تهزث النوائب والمحن تبع سيد الرئيس يقول إننا نحتفي باليوم الوطني لشهيد لنستحضر مدى عظمة التحدي التاريخي الذي خاضه الشعب الجزائري بإيمان وصبر عندما قرر أبناء بواسل شجعان من رحيمه إطلاق دوية الشرارة النوفمبرية لنفزع بامتدادات لهبها الغزاة المستعمرين وتنبثق من نورها بشائر النصر وأضاف رئيس الجمهورية قائلا نحيي هذا اليوم المبارك وبشائر الجزائر الجديدة مرتسمة في آفاق هذه الأرض وديعة الشهداء الذين نستمد من خصالهم في التضحية ونكران الذات العزيمة والقدرة على مواصلة الأشواط والمراحل نحو الأهداف السامية والغايات الوطنية النبيلة التي أسس منطلقاتها شهداؤنا بأنهار من الدماء أشدد رئيس الجمهورية على أن اتجاه البوصلة هو ذاته في الجزائر التي نبنيها اليوم معا وفاء لأنهار الدماء ولثقة الشعب الجزائري الأبي مضيفا أنه مهما كانت الأشواط والمراحل التي قطعناها والإنجازات والمكاسب التي حققناها بفضل الانخراط الواسع لبنات وأبناء الجزائر في مسار ضوي وطني متعدد الأبعاد والجبهات فإننا نستشعر على الدوام حجم التحديات التي تنتظرنا لاستكمالها معا ويأتي ذلك كما أشار رئيس الجمهورية بعد أن تجاوزنا بجهود مضنية وحرص لم ينقطع المؤشرات الحمراء على المستوى الاقتصادي ووصلنا إلى المؤشرات التي تضعوا الاقتصاد الوطني على سكة النجاعة والتنفسية وبعد أن تحققت على المستوى الاجتماعي إضافات ومكاسب غير مسبوقة للتكفل بمستوى المعيشة وحفظ كرامة الجزائرية والجزائريين وفي الوقت نفسه ظل صوت الجزائر خارجيا مسموعا ومقدرا وتعززت مكانتها إقليميا ودوليا بفضل ما تتمتع به من موثقية ومصداقية وما أحرزته من شركات استراتيجية متنوعة في عالم مشحون بالتجاذبات والتقلبات وتضارب المصالح وأكد رئيس الجمهورية على أن الجزائر وهي ترسخ أقدامها على طريق مسيرتها الوطنية نحو بناء الحاضر والمستقبل بسواعد أبناتها وأبنائها عزمة كل العزم على المضي إلى ما يليق برصيدها التاريخي ومجدها العظيم وشعبها الأبي من رفعة ومجد وسؤدد وختم رئيس الجمهورية رسالته بالقول وإنني في هذه اللحظات المؤثرة التي نحي فيها ذكرى شهدائنا أنحني بخشوع وإكبار ترحما على أرواحهم الطاهرة وأتوجه بالتحية والتقدير لأخوات المجاهدات وإخوان المجاهدين تحية الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار